بس فيه شق ثاني من الناس بيقولون هذي كلام جميل لكنها كلام نظري ممكن الحضارة الغربية هي فازت اليوم بعلمها ومعرفته وتطورها وهذه هي عبارة عن نظريات مؤامرة شنو الأدلة القوائد قاعد يقولون عن نظريات مؤامرة يعني يسقطون هالأشياء ما نطرحها الحين نحن أنها يعمل نظريات مؤامرة يا أخي روح أقرأ اللي هم يكتبونها يعني حالي درسونا في الأنثروبولوجيا هل يستعمروا العالم نحن يستعمروا هل قتلوا ملايين نعم قتلوا هل ما زالوا يقتلون نعم ما زالوا يقتلون أبسط شي يعني غزة غزة نموذج واضح شلون أنت تقتل هل كثر أفراد هل كثر بشر ما حد يتكلم ايش دعوة ايش سويته لما صار قضية ابدو الصحفي جريدة جريدة الفرنسيين اللي قتلوا صحفي قادة العالم كلهم راحوا وطلعوا مسير في فرنسا عدل ولا لا ليه فرد أو كم من فرد اش دعوة كم إنسان قاعد ينقتل يوميا وانا أهيكم الحين في الطريج قاعدة أسمع كم الشخص اقتلوهم في غزة ما حد يتحرك ما قدرتوا تتحركون ما قدرتوا توقفون فقط التسليح عن صاينة يعني هاي مو استعمار هاي مو إمبريالية هاي تدعونها يعني لحد الحين مؤامر شنو تبوني يصير أكثر من مذابح قزة عشان تؤمنون إنه حقيقة فيه مؤامرة مو نظرية واقع هاي مو مؤامرة واقع مطبق يعني لازم الحريجة توصل لباب بيتي عشان أقول أوه فيها حريجة يعني أنت عايش في وهم وراح ترفع الضريبة الصديق عبدالله أنا وصلت لنتيجة نحن في مجتمعاتنا فيه وايد ناس يبغي ينكر منه العدو النصهيوني مو عدو ما علي آمل بهالشي بس رح ترفع الضريبة هل الدعاءات الكاذبة اللي تبي تؤمن فيها رح تترفع الضريبة أكثر من أي حرق آخر مثل لشخص يقول لها عندك سرطان الحق أقول لا ما فيني إلا العافية تقول لي رح تدفع لأن سرطان في جسمك أنت رح تدفع تبي تكون في حالة نكران أوكي كن في حالة نكران حالة النكران اللي إحنا البعض اللي قاعد يعيش رح يدفع ضريبتها بالضبط بزل الكورونا ما تبي تتعلم ما تبي تبحث لنفسك رح تدفع الضريبة على قد وعيك رح تحمي نفسك على قد جهلك أو إصرارك على الجهل رح تدفع الضريبة أيضا كأن من تكون رح تدفع الضريبة وإذا أنت إنسان مؤمن أنه فيه رب عادل آخ ضريبتك قوية رح تكون لأن أنت ملزم عقائديا بالدفاع على المظلوم أغل شي باللسان أغل شي باللسان رح تدفع ضريبة قوية جدا طوية جدا أهل غزة إحنا مسؤولين إحنا مسؤولين اللي قاعد يصير إحنا مسؤولين الله يكون في عونهم إن شاء الله صدق الله في عونهم الله يكون في عوننا أحنا الصدق الله يكون في عوننا أحنا لأنهما في ساحة الشرف في ساحة العزة إحنا في ساحة الظل يعني أنا أتمنى لو أكون هناك بايد أرحم حسابي عند الله هنه 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 المحاسبين احنا هنه في ساحة الشهوات ان احنا نساعد اهلنا في غزة بالامتنع عن شهواتنا تخيل لأي درجة ساحتنا رديلة صراحتا يعني اتحارب ان انت بس تمسك امام شهواتك اتغاطع بس اتغاطع يعني احنا هاي اللي يخب علينا ترى ها دي لك اهل عزة اهل شرف صاحتهم بالدماء بالرؤوس بالاطفال بشباب في عمر الزهور يدفعون احنا بكروشنا والله انا اتفشل اقول هالشي الله مستعان واقع قليم لكم على الاسف واقع هاي الواقع